انا شجع مين؟ مصر طالما المغرب مش هتلعب انا هشجع مصر طالما المغرب مش هتلعب انت هتشجع مصر ايوه يعني لما المغرب تلعب هشجعها انا مصري بس انا بحب المغرب انا مصري بس انا بحب المغرب ده مطلقة اتشانة الواحدة يا جماعة طفل مصري بيشجع المنتخب المغربي ضد المنتخب المصري لحب وصل للعمق كبير اوي هي دي العلاقة اللي تنشأ منذ الصغر ما بين المصريين والمغربة حب الشعبين لبعض التقاليد الثقافات الفن الكورة كل الحاجات دي بتجمع ما بين الشعبين المصري والمغربي خليكم معايا عشان موريتانيا طلعت بيان ضد المنتخب الجزائري بعد اتهامات الجزائر للمملكة المغربية انها بتدعم المنتخب الموريتاني في مواجهة الجزائر فيديو مبارح لقيته المغربة وهم واقفين بيشجعوا المنتخب المصري بعد احراز المنتخب المصري الهدف بتاع مصطفى محمد الهدف الثاني والمغرب هواقفين بيشجعوا وكأن منتخب المغرب اللي بيلعب يعني انت لو شفت الفيديو ده وانا قلتلك انه هو في مصر مش في المغرب انت هتصدقني عادي جدا المغرب هواقفين في مكان عام بيتفرجوا علاماتش مصر وبيشجعوا المنتخب المصري ولاحظت احراز مصطفى محمد الهدف تسقيف وتشجيع واحتفالات هي دي العلاقة الرائعة اللي دايما بتمنها واللي دايما هي موجودة اصلا ما بين الشعبين المصري والمغربي او المغربي والمصري حفيز دراجي زازة نزل بيان غريب جدا بيقول فيه ان المنتخب الجزائري النهاردة هيلعب موريتانيا وان المنتخب الجزائري بيواجه ناس بتخطط ضده يعني فيه ناس بتخطط ضد المنتخب الجزائري عشان يخرجوه وقبل كده اتهمت الجزائر جهات خارجية انها بتساعد المنتخب الموريتاني ووديته فلوس وصرفت عليه عشان يتمرن وجبت له ملاعب عشان يلاعب الجزائر والجهة الخارجية اللي بيتهامها الجزائر انها ساعدت المنتخب الموريتاني هي المملكة المغربية طبعا اصلا ده مش بيان يطلع من اعلامي خالص ان هو يكتب كده على الفيسبوك ولكن ما علينا من ده يعني موريتانيا بقى طلعي بيان النهاردة بترد فيه على الجزائر رد واضح جدا وعميق شوف موريتانيا ردت على الجزائر قارت لها ايه في اتهامها للمغرب انها ساعدت موريتانيا هنقرى البيان دلوقتي مع بعض البيان بيقول تابعنا خلال الساعات الماضية في بعض وسائل الاعلام الجزائرية الخاصة انباء يدعي ناشروها ان دولة خارجية طبعا هي المملكة المغربية ان دولة خارجية قد تكلفت بنفقات المنتخب الوطني الموريتاني خلال فترة اعداده لكأس افريقيا للامم 2023 بتونس وخلال اقامته اثناء البطولة في كودفوار وان هذا تكفل شمل الاقامة والنقل الجوي والمستلزمات اللوجستية من ملابس ومعدات مختلفة الى غير ذلك يعني هما بيقولوا ان المغرب ادى الهدوم والفلوس هما لعب التمرين والاكل والشرب والادوية للعبي موريتانيا ما علينا واذا هذه الاخبار الزائفة تود الاتحادية الموريتانية لكرة القدم ان تؤكد للجميع انها لا صحة اطلاقا لهذه الاخبار التي تم ترويجها ونشرها للأسف على نطاق واسع كما تؤكد الحكومة الموريتانية والاتحادية الوطنية تعتبران تمويل المنتخب الوطني في ترحاله مسألة سيادية غير قابلة للنقاش ولا للمساومة ولذلك لم نقبل ابدا ولن نقبل ان تتدخل اي جهة مهما كانت في تولي اي من نفقاته سواء على مستوى اقامة المعسكرات الداخلية او الخارجية وعلى مستوى اقتناء المعدات واللوازم الفنية المختلفة هنا موريتانيا بترد بوضوحة هي بتقول احنا لا هو هنا الموريتانيا ما بتقصدش اهانة للمغرب هي بتقول ان احنا لا نقبل ان حد يجيب لنا هدومنا ولا نقبل ان حد يجيب لنا اكلنا وان الكلام ده غير منطقي وغير عقلاني واخيرا تدعو الاتحادية الموريتانية لكرة القدم الجميع الى توخي الحذر تجاه مثل هذا النوع من الاخبار الزائفة التي يسعى مروجوها الى التشويش على الفريق وعلى تحضيراته للمباراة الحاسمة المباراة الحاسمة اللي هي النهاردة هتكون ما بين موريتانيا والجزائر تصريعات الاعلام الجزائري غريبة جدا لما يطلع اعلامي المفروض ان هو اعلامي متمرس زي الاستاذ حفيظ دراجي ادراجة ويقول حاجات زي دي الحقيقة حاجات غير مسؤولة وحاجات تدحك لنا الله في كوكب لالا وفي اخبار كوكب لالا وموريتانيا احراجاتهم اهي موضوع غريب جدا يا جماعة تجي تشوف على صعيد الاعلاقات والمحبة اللي من الناس هنا في مصر للمغربة تحس بان جسمك كده بيقاشعر كده واحساس حلو وجميل ما بين المصرين والمغربة والله ويا ريت الاحساس ده يدوم وانا تمنا ما بين الجميع على فكرة مش المصرين والمغربة بس ولكن تشوف التصريعات الغريبة من واحد زي حفيظ دراجي راجل متمرس المفروض انه متمرس المفروض انه متمرس في الاعلام ده غير انه المغربة قبل كده للي مش عارف يعني المغربة قبل كده استقبله حفيظ دراجي ده استقبال رائع استقبال رهيب وكبروا بي وقبروا وتعاملوا معاكوا يا سقوي هو بينسى كل ده والحقيقة انه هو دلوقتي بيلجأ انه يروج لأخبار زائفة زي ما انتم بتشوفوا الجزائر سايبة الموتش بتاعها المهم اللي هتلعبه سايبة موريتانيا سايبة مثلا انها تفكر في الخطط اللي موريتانيا ممكن تعملها في مواجهتها في كرة القدم سايبة كل ده وبتتكلم انه المغرب بيمول موريتانيا وبيديها فلوس واكل وشرب زي ما برضو الجزائريين بيقولوا انه المغرب بيديني انا فلوس عشان اتكلم زي ما برضو الجزائر بتقول انه او الجزائريين بيطلعوا يقولوا انه المغرب بيدفع فلوس لأي بني ادم بيتكلم كويس عن المغرب يا باشا لما ناكل في بيت المغربة واشوف كرم اخلاقهم واشوف معاملتهم الكويسة وادخل اتعامل مع امهاتهم وادخل اتعامل مع ابهاتهم واتعامل مع الشباب صحابي المغربة واقعد معهم في بيتهم طبيعي ان انا لما شوف كرم الاخلاق اخرج اتكلم عليه هما مدونيش عشرة درهم وانا نازل اقولولي وانا بيتكلم عليك المتين حلوين ده انت اللي ممكن تعمله ليه؟ عشان انت الناس ما بتشوفش منك ده الناس بتشوف منك دايما اتهمات وكلام غير حقيقي وخطف الاعراض والكلام ده موجود في التعليقات عندي يعني مش بقوله من فراغ لا ادخل عندي شوف التعليقات هتعرف ان كل حاجة انا بقولها لك موجودة خطف الاعراض في كل حاجة دايما ما يدخلش يرد عليك بالادب كل الكلام ده موجود فانا عشان كده عمر ما هقول عنك الكلام الكويس لانك مش بتديني الاحاق اصلا بتاع الكلام الكويس لكن الشاب المغربي او الاخت المغربية او الام المغربية شفت منهم احسن معاملة فطبيعي انه الناس دي تربية الملوك نتكلم عليهم كويس لانه ده حق ربنا هو ده اللي انا عايز اقوله في نهاية الفيديو بتمنى ان المنتخب المغربي يفوز بكرة لاسباب عديدة او على اهل لتعادوا لاسباب عديدة السبب الاول انه احنا بنا تعارفين انه بشجع المنتخب المغربي ازاي فاتمنى ده ان شاء الله انه السبب التاني ابتعاد المنتخب المغربي والمنتخب المصري عن بعض لانه في حالة صعود المنتخب المغربي مركز تاني يلعب المنتخب المصري وانا مش عايز ده دلوقتي نهائيا درس ده بدري او يعني فنتمنى ان شاء الله انه الامور ما توصلش لكده يعني وان شاء الله نفرح كلنا بإذن الله بكرة بيفوز المنتخب المغربي وبشكركم مرة أخرى الشعب المغربي الطيب الجميل الراقي على تشجيع المنتخب المصري ويرب دايما تدوم المحبة ما بيننا لنا الله في كوكب لالا اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة